اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برنامج من البداية لنهاية برنامجنا بناقش قضايا كتير جدا واسئلة كتير بنحكي فيها من بداية القصة ويمكن من قبل البداية لغاية النهاية يترى ايه الهدف من خلق الانسان الهدف منه انه الله ساب ابليس وما اضاش عليه الهدف انه اعطى للانسان حرية الاختيار بعد كده بيحكمه او يعقبه انه هو مختارهوش الهدف من تجسد المسيح اسئلة كتير جدا بس هالكل ده كان هدف الاخر هو الانسان نفسه اتكلمنا في حلقاتنا اللي فاتت عن المتهم البريق ونقشنا فيها عن صلاح الله والحلقة المميزة بعنوان توه بوهو وكانت بتتكلم عن خطة الله للانسان والارض وازاي انه الله ما خلقهاش خريبة النهارده حلقتنا بعنوان جديد عنوان اسمه يوسف فورس يا ترى ايه معنى الاسم ده خلونا نرحب بضيب حلقتنا دكتور اكرم اهلا بيك دكتور ازاي اخوهرك ازاي اك عامل ايه طبعا عندنا تساؤلات كتيرة يمكن من الحلقات اللي فاتت الحلقات دي بس نفسنا نسمع تلخيص كده سريع عن الحلقتين اللي فاتوا لان هما كانوا دسمين جدا ونتعرف على حلقتنا النهارده جميلة هلخص سريع عن اللي فات عشان نبقى مربطين الامور هو الغرض من البرنامج في الاساس انه نوري الخطة الكبيرة اللي الرب رسمها للانسان وايه الهدف النهائي اللي الرب عايزه للانسان ولو الشخص اكتشف ده ما اسهل انه حياته يبقى ليها معنى لو انا مش مكتشف الهدف حياتي هتبقى بلا معنى زي كأني راكب مواصلة معينة وانا مش عارف رايح فين فبلف في اي حتة وخلاص فكوني اكتشف الهدف من وانا في البداية هيخلي حياتي لها معنى اتكلمنا في اول حلقة فعلا عن الله المتهم البريء هو في الحقيقة ليس متهم هو متهم في ازهان البعض احنا اللي كنا حطينه في القفص احنا اللي حطينه في القفص طلعناه من القفص اخيرا وعرفنا صلاح الله وان اللي بيلقي بالتهم على الله هو ابليس واكتشفنا ان كل العمل الله هو صالح ودي الكلمة اللي جات في تكوين واحد انه كل حاجة رب كان بيعملها كانت حسنة رأى الله ان النور انه حسن في الاخر حسن جدا ده كان الحلقة الاولى الحلقة التانية اكتشفنا ان في معضلة قبلتنا ازاي حسن حسن يعني صالح وخير ثم اكتشفنا في عدد اتنين من نفس الاصحاح الاول اللي ذكرت فيه كلمة صالح او حسن سبع مرات اكتشفنا انه كانت الارض خاربة وخالية وده عكس كلمة حسن او عكس كلمة صالح فاتكلمنا في توهبه انه كان في حاجة ادت للارض انها تكون في الوضع ده لم تخلق من البداية هكذا والبداية ما بدأتش في والبداية ما كانتش في تكوين واحد واحد لانه ما بين تكوين واحد واحد وتكوين واحد عدد اتنين حجبة زمنية غير معروف المدى بتاعها بس واضح انها حجبة طويلة تكلمنا سريعا فيها انه منذ الازل الرب الهدف بتاعه الانسان اختارنا فيه قبل تأسيس العالم فالانسان هو محور الخطة الالهية كلها بيفكر فيه من قبل ما الزمن يبدأ من قبل ما احنا نعرف الزمن الزمن ده حاجة مخلوقة فالله بيفكر في الانسان وعشان يبدأ التجهيزات عمل لي مكتب وانا بشجع المشاهدين ارجعوا للمقالة بعنوان غرض الله لانسان شراكة اللي انا بشرحه ده من المقالة دي كاتبها باستور رومز الله عمل المكتب الاله بتاعه من خلاله هيتم التعامل مع كل المخلوقات اللي جاية لان الله اله منظم يعني احنا ممكن نظيمة هو يقدر يعمل كل حاجة ويعرف كل حاجة فيعملها ويعمل اي حاجة زي ما هو عايز لا الله اله منظم جدا في كونس 14 بيحكي عنه انه اله السلام اللي هي عكس كلمة تشويش وعدم ترتيب هو اله منظم فهو فكر في الانسان عد المكتب بتاعه اللي هو سماء السماوات زي ما قرأينا عنها في نحامية او بتسمى في المزامير السماوات القديمة ثم بعد كده رب خلق الملايكة تجهيزا انهم هيخدموا الانسان وهيتدربوا في فترة وجودهم على الارض بعد كده رب بدأ يعمل الارض والسماء اللي الانسان هيكون بيحيا فيها وموجود فيها فجأة حصلت الحادثة بتاع الحلقة اللي فاتته بوه يعني خاربة وخالية دمار حصل اصاب الارض ثم بعد كده بدأ الرب في تكوين واحد بداية من عدد ثلاثة الروح والقدس كان بيرف على وجه المياه بدأ عملية الاصلاح فالحلقة دي هنتكلم ايه اللي خلت دمار ده يحصل تلخيصا حصل سكوت لكائن روحي كان موجود اللي هو اسمه هوسوفورس او هيوسوفورس دي كلمة يونانية لا 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 استنى استنى علينا يا لكده فعلا احنا يعني الجميل اللي كان في الحلقات اللي فاتت وانه احنا كننا كنا بنعمل فوكس انه هدف الله هو الانسان هدفه انه يجهز له كل حاجة ويتمتع معاه خلينا بقى نفهم كده النهاردة واحدة واحدة يعني ايه هوسوفورس وايه اللي كان مقصود منها يوسوفورس ده لفظ يوناني جا في الترجمة السابعينية بيوصف الكائن اللي احنا بنسميه ابليس دلوقتي لكن هو في الحقيقة ما بدأش كده وما كانش كده من البداية هتكلم عن الحجبة ما قبل تكوين واحد واحد اللي الحجبة اللي كانت فيها الملائكة موجودة على الأرض دي فهمناها من ايوب اصحاح تمانية وتلاتين لما بيتكلم عن انه بان الله الملائكة دي احدى الاسماء اللي بتطلق عليهم بان الله كانوا موجودين وشايفوا الرب وهو بيخلق ترنموا وعملوا هيصة وعملوا احتفالية هم شايفين الارض والسماء بتجهز لمخلوق وكائن هيكون موجود على الأرض هو محور المخططات مستنين يشوفوه مستنين يشوفوه وشايفوا الروعة في الخلق اللي الله بيعملوه فمن هنا فهمنا انه هم كان في حجبة قبل وجود الارض كانت فيها الملائكة هم موجودين من قبل ما الارض تكون موجودة ثم بعد كده الملائكة اوضح حتى لانه لدى البعض ملائكة يعني طلوقت حاجة لها جناحات او اطفال صغيرين اطفال يا شكل اطفال داين اطفال وليهم جناحات او اطفال وليهم جناحات في الحقيقة ومش كده في الاخر يعني الفئة اللي ليها جناحات في الملائكة هم السرفيم والكاروبيم اللي تذكروا في تكوين اصحاح اربعة وفي اشاعية اصحاح ستة مجموعة عليها اربع اجناحة ومجموعة عليها ستة اجناحة لكن الملائكة مش كده الملائكة في الحقيقة هي كائنات روحية وليها جسم وهيئة روحية معظم الزهرات الملائكة في العهد القديم كانوا ناس عادية كانهم رجال عادية الناس اللي راحت لابراهيم او راحت بعد كده اللوت الكتاب بيسموهم رجالا شكلهم كان عادي ثم بعد كده عبراهيم 13 قال لنا انه في ناس اضافت ملائكة هما مش عارفين انهم كانوا رجال عاديين شكلهم عادي مش لازم ببساطة مش لازم بشكلهم مختلفة يعني احنا ممكن ان قابل ملائكة اه وارد جدا يكون حد قابل ملائكة وهم مش عارف لان هما ليهم اجساد روحية وممكن يتحركوا بصورة جسدية كاكساد كاكساد بشري ملائكة مش كلية العلم برضو مش عندها معارفة كلية نفس الملائكين اللي راحوا اللوت ما كانوش عارفين هو اللوت عنده كام ابن وكم بنت فقالوله جمع اي حد عندك شوف بناتك شوف اولاد ما كانوش عارفين بالزبط كل ما عنده اللوت فهما مش كلية العلم والمعرفة هو كان حقيقي يعني اولي اسوة دا كانت حقيقي فعلا اه واله كان حقيقي والا دي دل قصص اللي كان بديت حكي زمان واخف من الحاجات اللي تطلع لك والبابا والحاجات دي ابلس كان حقيق والرب يسوع الحقيقة اللي كانت بتمشي على الأرض يسوع كان الحقيقة اللي بتمشي على الأرض أثبت أنه كائن حقيقي وأخرجه من ناس كانوا موجودين في زمن يسوع وكانوا عندهم أمراض ومشاكل في يسوع أثبت أن إبليس كائن حقيقي وده مهم لأن في البعض بينادي دلوقتي أن إبليس مش كائن حقيقي وإبليس نجح أنه يعمل ده ووسط الناس زرع فكرتين وفكرتين عكس بعض تماما بس في الحقيقة الفكرتين محققين نجاح مع بعض الناس الفكرة الاولى هو انه ابليس ده مجرد فكرة مش موجود ده بس حاجة بنسد بيها اي فراغ عشان نلصق اي اتهام نقول ده ابليس ده الشيطان ده حد مش حلو ده حد وحش فالفكرة الاولى انه ابليس ده مجرد فكرة احنا اخترانا هو مالوش وجود اصلا وخطر الفكرة دي انه بيخلي الشخص كأنه فيه حد حرامي جاي يسرق البيته وانا بنكر وجوده فطبيعي لا انا اتعامل معاه لانه هو انا بقول مش موجود اساسا فهفضل اتسرق وانا مش واخد بالي الفكرة التانية العكسية بقى عن ناحية التانية تماما وبليس زراعها برضه لأ هو موجود وضخم وقوي وليه يد في الارض وبيعمل حاجات غير متوقعة وده بيرعب الناس حتى المؤمنين ده رجل بيخلي الناس تلجع للسحر للأعمال للعراف عشان خوفا من هذا المخلوق القوي فهو نجح ان يزرع الفكرة لكن حقيقة وجوده بكل تأكيد هو موجود ويسوع اثبت الوجود ده وهنتكلم من كلمة اكتر ونشوف ازاي بكتاب والله حكلنا عن الحياة دي في الحياة يسوع هو اكتر حد حكة وكشف لنا عالم الروح شغالي ازاي قبليش شغالي ازاي يعني في العهد القديم ما نلاقيش تعليم كتير عن ابليس وعن اللي كان حاصل بسبب ان الاستنارة في الوقت ده كانت لسه ما عندهمش الاستنارة الكافية لكن يسوع الجاه كشف كل ما في عالم الروح وإيه اللي حاصل إيه اللي الناس مش واخدى بالها منه وبيتم في عالم الروح طب هل الله يعني خلق ابليس بالشكل ده يعني بيكونوا ابليس وكونوا كائنات روحية مش صح مش بتحرك بطريقة صح مش بتطبيعة يعني مش بتطبيعة مضبوطة ولا الله خلقها ازاي هو ما كانش ابليس بالحقيقة الرؤى لانه الله مش بيخلق حاجة ضد طبيعته لانه طبيعته خير وصلاح فاستحالة يخرج منه شر يعني ان كنا احنا بنقول كل إناء ينضح بما فيه فما في الله هو الصلاح والروعة ليس فيه شر عشان يخلق كائن شرير الحقيقة خلقه ككائن روحي هنقرأ دلوقتي عنه اكتر جميل مليان جمال ومليان حكمة ومليان روعة الكائن ده كان يعني من ضمن وصفاته انه كائنه نوراني له طبيعة نورانية رب خلقه في الشكل ده لكن جاف وقته ابليس المسمى اللي احنا بنقول ودلوقتي عنه بعد سكوته اختار اختيارات خطاعة قدت بي الله زي بالزبط كأنه بيبي صغير لسه مولود كيوت وجميل ورائع وكله بيحبوا فرحان دي بس بدأ يجبر 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 يتعرف على الخطيئة اكتر واكتر الى ان اتخذ التجاه مختلف تماما وبعيد خالص عن الله فهو زي كده هو في يوم الايام رب خلقه كحد او شخص او كائن روحي رائع جدا لكنه اختار اختيارات خطاعة فقدت بي ان يوصل ان احنا بنقول عليه دلوقتي الشيطان او او ابليس هو في عبارة ممكن في يوحنا تمانية اربعة وربعين لما ربي سواء قال عنه كده دي ممكن تعمل لبس لدى البعض زكا كان قتالا للناس من البدئ زائد في يوحنا الاولى تلاتة تمانية لما بيقول كده من يفعل خطيئة فهو من ابليس لأن إبليس من البدء يخطئ كلمة من البدء تدي انتباع تعمل كده من البداية تصمم كده من البداية في الحقيقة لو تتبعنا رب يسوع هو الليل ده في يوحنة 8 لو تتبعنا استخدام رب يسوع للألفاظ من البدء يعني مرة رب يسوع كان بيشير من البدء قال لهم أنتم الذين معي من الابتداء في يوحنة 15 أي بداية خدمته في مرة تاني استخدم البدء رب يسوع في مرقص 10 لما قال كده لكن من بدء الخليقة ذكر وأنسى خلقهما فكان بيتكلم على بداية الخليقة فالرب يسوع لم يستغنم البدء ليشير إلى بداية خلق الملايكة أو بداية وجود الملايكة لكن من بدء منذ من الخليقة بدأت تتكون ويحصل أن في كائنات بدأت توجد على الأرض إبليس بدأ يمارس العمل اللي هو بيعمله ذاكا كان قتالا امتى قتل إبليس؟ امتى قتل؟ ببساطة قتل الإنسان بالخطيئة ثم شفناها بطريقة واضحة في قيين هو بيقتل هبيل فمن البدء لا تعني من بدء تكوين إبليس لكن من بدء سكوته ومن بدء تحركه في الخليقة فهو مش مخلوق من البداية ككائن بالطريقة دي احنا بنتفاجئ به بنشوف تكوين واحد واثنين الله موجود يعني كأننا كده في مسرحة أول أول حد موجود على خشبة المسرح هو الله قال الله ثم بعد كده في تكوين على أواخر وصوح واحد وصوح اتنين أكتشف أن دخل عنصر جديد دخل شخص جديد المسرح هو آدم آدم محول إنسان في تكوين وصوح ثلاثة نتفاجأ بوجود حد تاني حد موجود جامنين ده معنا إن كان موجود من الأساس اللي هو الحية اللي استخدمها إبليس عشان يغوي الإنسان ويوقع ويوقع عن الإنسان فهو حد كان موجود احنا نيجي بحتة مهمة يعني طب هل قصة آدم وحول دي أصلا كانت قصة حقيقية ولا هي قصة افتعال أو يدوبك أسطورة أو قصة يعني هل فعلا دي حاجة حقيقية آدم محاول قصة حقيقية آه يعني مش مجلنا نحن نرد على جزئية إنه القصة دي رمزية زي ما البعض بيقول لكن بشواهد داخلية من الكتاب وبشواهد خارجية آه القصة دي حقيقية بدليل إنه رب يسوع نفسه صادق على هذه القصة وتكلم عنها فأكيد يسوع مش بيصادق على حاجة رمزية مجرد رمز هو بيصادق على حاجة كانت آه موجودة فعلا الحية اللي في تكوين تلاتة مثلا نقرأ عنها رسول بوليس تكلم عنها في كرونس تانية 11 تلاتة قال كده ولكنني أخاف أو أنا منظر أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهنكم عن البساطة التي في المسيح فإذن رسول بوليس تكلم عن الخداع اللي حصل في تكوين أصحاح ثلاثة فدي قصة حقيقية وتكلم أن الحية دي هنعرف إيه الحية دي همش بيتكلم عن مجرد حيوان كان موجود في الوقت ده لكن حيوان تحرك من خلاله وإبليس استخدمه كأداء عشان يوصل الإنسان كمان الرسول يحن سفر رؤية وضح لنا أكتر فقال في رؤية أصحاح اتناشر وعدد تسعة فطرح التنين العظيم الحية القديمة هي دي الحية القديمة اللي ظهرت من بداية وجود الإنسان الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله ثم في رؤية عشرين وعدد اتنين فقبض بتكلم عن الملاك فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة ففي الحقيقة القصة لها مصدقية من العهد جديد من رب يسوع من رسول البوليس من رسول يحن وأكدوا أن الحية اللي ظهرت دي اللي ربما بنتعامل معها كمجرد يعني حيوان دهو زكاء عمل كده اكتشفنا أنه في حد استغل هذا الزكاء بتاع الحيوان ده وبدأ يغوي ويسقط الإنسان طيب عندنا سؤال في الفيسبوك حابين نكون بالناس نجاوب عليه في الجزئية دي بيقول أنه ليه إبليس استخدم الحية في إسخاط الإنسان في البدء السؤال ده هنجاوبه أكتر في الحلقة اللي بتحكي عن الإنسان وإزاي سقط لكن سريعا كتابي حكي عن الحية أنها كانت أحيل جميع حيوانات البرية التي عاملها الرب الإله فإبليس استخدم هذا الجزء عشان يدخل به للإنسان وفي لما هنحكي أكتر إحنا ماشيين البرنامج إحنا ماشيين من البداية لنهاية هناخد كل الحلقة دي كلها نحن بدأنا من بداية الخليقة هنتكلم نهاردة عن سكوت إبليس وما هنتكلم في حلقات جاية عن سكوت الإنسان وإزاي ده تم وإزاي إبليس وفين كان دور آدم إزاي إبليس أصلا اقتحها من الجنة ودخلها كل الحاجات دي هنكون بنحكي فيها باستفاضة فدي إجابة كده تيكا وي يعني إلى حين تصبيرة يعني لحد ما نكون بندخل في الموضوع عارفين عندوك أسئلات كتيرة جدا اكتبوها وهنكون فعلا بنهتم بكل حاجة فيها ونجاوبها وتابعونا لأنه مع كل حلقات إحنا سلسلتنا أو برنامجنا بيكلم إنه من البداية للنهاية خلينا نطلع ونرجع تأتي نشفتا إذكرا بملكا ونفسنا كفا بيتها تأتي نشفتا إذكرا بملكا ونفسنا كفا بيتها أتكرو بالرقى وحدكا أخبر بعكا وحدكا أخبر بالرقى وحدكا أخبر بعكا وحدكا وأزيد على كولي تسبيحك وأزيد على كولي تسبيحك تسبيحك اะ ل Hung تسبيحك اشتركوا في القناة نفس مع أكتر عن سقوط قبليس وإزاي سقاته وإيه القصة يعني إيه اللي حصل نجيب الموضوع من البداية في مبدأ أعلم هنا باستور رامز حاب أقوله في البداية هيساعدنا وإحنا بنفهم الأجزاء الجاية ده مبدأ كتابي في التفسير عامة اسمه double reference أو بالترجمة العربي الإشارة المزدوجة يعني الإشارة المزدوجة يعني أنا بكلم شخص قدامي هو المخاطب بس في نفس الوقت أنا من كلامي بكلم الشخص وأحيانا بكلم شخص تاني كمان شخص supernatural يعني فوق طبيعي بكلمه من وراء كلامي لهذا الشخص بمعنى لما الرب يسوع مرة قال لبطرس اذهب عني يا شيطان هل بطرس كان شيطان في الوقت ده أو كان ملبوس بشيطان هو الرب كان بيخاطب بطرس بس في الحقيقة اللي حط الكلام في بقو بطرس كان هو الشيطان فالرب كان بيكلم الشيطان في الوقت ده ده نلاقيه برضو نفس المبدأ نقيف تكوين تلاتة لما الرب قال كده للحية وقضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها بيتكلم عن نسل مش بيتكلم عن التعبين العادية بيتكلم عن نسل جاي بين نسلك ونسلها هو يصحك رأسك وأندي تصحقين عقبه الرب ما كانش يقصد الحية فعليا في جزء كان خاص بالحية على بطنك تسعين لأن الحية كان لها رجلين في البداية بيزايا نحن نشوف التعبين دلوقتي بتسعى في البداية كان لها رجلين وكانت بتتحرك على رجليها فالرب هنا لما تكلم كان بيخاطب شخص من وراء الحية اللي هو بين نسلك ونسلها نسل الحية ونسل المرأة ثم انا اكتشف بعد كده أن الرب يصحك كان هو نسل المرأة ونسل الحية هنتكلم فيه بعدين فده مبدأ اسمه double reference او الاشارة المزدوجة ممكن اكون بكلم شخص بس انا من وراء هذا الشخص قد يكون مسيطر عليه بحاجة اعلى كائن روحي اعلى انا بكلمه خلينا نبدأ بيعني اشهر الشواهد الكتابية اللي بتحكي عن ابليس في اشعية 14 هقرى جزء بيتكلم عن السكوت بتاع ابليس هنبدأ بسكوته وبعد كده هنرجع تاني نتكلم هو كان ايه عشان عندنا اسئلة كتيرة مكتوبة على الفيسبوك مبسوطة بتفاعلاتك جدا ومبسوطة ان انتو بتكتبوا كل اسئلتك هنحاول طبعا على قد ما نقدر نكون بنجاوب عليها في اشعية 14 وعدد 12 بيتكلم كده كيف سقطت من السماء يا زهرت بنت الصبح كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم وانت قلت في قلبك اصعدوا الى السموات ارفعوا كرسية فوق كواكب الله واجلسوا على جبل الاجتماع في اقاص الشمال اصعدوا فوق مرتفعات السحابة اصيروا مثل العلي لكنكا حضرت الى الهاوية الى اسافل الجبي اللي بيقرأ الجزء ده اول سؤال لي ايه الاثبات ان ده بيحكي عن ابليس ده اول سؤال وسؤال منطقي وصح ايه الاثبات لانه في البداية لو قاردنا هنفهم انه بيتكلم عن ملك بابل في الوقت ده فمش بيحكي عن ابليس صراحة لكن هنشوف ازاي من خلال مبدأ الاشارة المزدوجة ازاي هو بيكلم ابليس لما بيتكلم كيف سقطت من السماء فبيتكلم عن حد سقط وسقط من السماء فهو مش بيكلم مخلوق ارضي موجود اللي هو ملك بابل لكن بتكلم عن شخص حاول الصعود للسماء هنتكلم اكتر عنه وسقط ثم اللقب اللي ادهوله زهرت بنت الصبح اللقب ده في الحقيقة او كوكب الصبح لم يوصف به شخص بشري لكن توصف به ربي صحوه توصف باللقب ده لانه اللقب الملايكة توصفه باللقب ده فاذا مش بيتكلم عن شخص بشري كمان لما نشوف رؤية اصحاح 13 وعدد 2 نكتشف ان ابليس ممكن يستخدم ناس ويدي قوته سلطانه للناس دي ففي الحقيقة هنا ينطبق الاشارة المزدوجة شعية كان بيرى بطريقة نبوية فكان ملك بابل قدامه بس هو بيكلم الكائن اللي مسيطر على ملك بابل اللي هو في الحقيقة كان ابليس فكائنه بيشير ليه بيأكد ان هو ده المقصود والدليل انه بيلاقي الفاظ لا تنطبق على شخص بشري نفس الحاجات اللي اتقالت هنا هنرجع لها برضو تاني في حسقية الـ 8 بس نعرف ونفهم اكتر 28 ان هلاقي الفاظ لا تطلق على كائن بشري منها اللفظ زهرت بنته الصبح ده لا يطلق على كائن بشري فهو بيكلم كائن روحي هو في الحقيقة قدامه ملك بابل اللي هو شخص أرضي ملك موجود بس هو بيكلم كائن روحي من وراء ملك بابل فهنا ينطبق الاشارة المزدوجة مثلا في دانيال عشرة بنفهم انه في رؤساء من الارواح الشريرة وبس رمز علمنا ده بتحكم دول ليقرأ دانيال عشرة يكتشف انه في حد اسمه رئيس فارس كانش بيتكلم عن ملك ده كان بيتكلم عن ملك دانيال صلى عشان يفهم ما اعطي لي فبعد 21 يوم جات الاستجابة فالملك وصل لدانيال وقال له انت من وقت ما صليته تمت استجابة الصلة بتاعتك بس انا اتأخرت 21 يوم ايه اللي اخر الملك ده قال له اتقفشت اتقفش مش في كمين لكن اتقفش من خلال ارواح شريرة تم اسره الى ان اتأتقفش من مين كتاب يقول من رئيس فارس دي ارواح شريرة كانت هتسيطر على الملوك اللي هيمسكه مملكة فارس الى ان اتأ ميخايل وميخايل كتاب سماهنا رئيس شعبك او ميخايل رئيسكم فميخايل هو المسؤول عن هذا الشعب عن شعب اسرائيل فالشعوب لها ملائكة بتتحرك مع الملك بتاع الشعب ده سواء كان ملائكة قدسين رائعين بيساعدوهم او ناحية تانية ابليس بيعطي برضو ملائكة والاجل تنفيذ مخططات شريرة ملائكته يعني جنوده جنوده اه كلمة ملائك عمتا هي تعني رسول كلمة ملائك معناها رسول هي ليست هي وصف بالاكتر وليست اسم يعني ملائكة في اسماء زي ميخايل زي جبرائيل ليها اسماء لكن الملائك هو وصف ملائك نفسه اه الروح الكدس نفسه يتقال عنه ملائك الرب فملائك هو رسول فكلمة ملائك يعني لنخرجها بر المسمى اللي احنا تخيلناه ملائك يعني ملائك ليك نحاته سواء طفل صغير او شخص ضخم له عدلات وتلقل عليها كمان انه ابناء الله يعني صحي اتقال عنهم انه ابناء الله وهم ابناء الله بالخلق ده حقيقي يلقبه بهذا اللقب فهنا بيتكلم عن فق شعية صحة 14 بيتكلم مع ملك ارضي في الحقيقة وراءه كائن روحي مسيطر عليه شوفنا مرة داود كتاب حكى لنا في اخبار الايام من الاول 21 انه وقف الشيطان مقابل اسرائيل واغوى داود ليحصي الشعب في الحقيقة لو بصنالها ملك هيعد الشعب بتاعه عادي كتاب كشف لنا ما يحدث في عالم روح اتاري ابليس هو اللي حرك داود من خلال الفكرة دي عشان يكون بعبد الشعب فهنا بيقوله في إشعية 14 وعدد 12 كيف سقطت من السماء يا زهرت بنت الصبح كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامة زهرت بنت الصبح معناها في العبري الكلمة بتاعتها هليل هليل في العبري ومعناها لمعان او نور واحيانا كانت تطلق على كوكب الزهرة فينوس وهي بتحكي عن الطبيعة بتاع ابليس في اليوناني هوسيفوروس او هوسيفوروس دا اللي هو اسم الحلقة بتاعتنا والوسيفر الاسم المتعارف عليه هو اسم لاتيني في الاساس جافت في الترجمات اللاتينية تحط الاسم دا هو معناه حامل النور او المنير فهو بيوصف الروع اللي كان فيها فهو ليس اسم سلبي يعني لوسيفر اسم سلبي فلا دا اسم معناه بيحكي عن الطبيعة الروع اللي هو كان فيها ثم افسدها بيتكلم هنا بيقوله كيف قطعت فعل القطع هنا يعني هو نفس الفعل اللي بيستخدم لما يجي الشخص اللي معاه الفاس وبيقطع شجرة فبيتقال عنه انه قطع يعني اترد وتم سكوته ليه؟ هنكتشف انه حاول السيطرة على السماء يا قاهر الامم او في الاصل الشخص اللي اضعف الامم وعمل تمرد عمل تمرد علني عدد 14 بيقوله كده انت قلت في قلبك بيكشف بقى اللي حصل اصعدوا الى السموات ارفعوا كرسية فوق كواكب الله اجلسوا على جبل الاجتماع في اقاصي الشمال اصعدوا فوق مرتفعات السحاب سريعا هعلق على بعض الحاجات مش كل الايات عشان الوقت فاتكلم هنا عن الكبرياء بتاعه اصعدوا الى السموات كانوا بيقول اعجب بنفسه او بيقول يعني ليه ما بقاش عن الله مش بس كده ده حاول الاطاحة بهذا الاله من كتر الشر اللي وصله وعايز اقوله عدم الفهم فكر ان هو يطيح بهذا الاله وهنشوف ده موجود في الايات دي لمعنى عدم الفهم يعني ايه اللي وصله ده يعني هنكتشفوا في الاجزاء الجاية ازاي فعلا ده بدأ جواه في كلوسي واحد هقرأ كام آية عدد خمستاشر بيقول كده كلوسي واحد خمستاشر فانه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الارض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا ام سيادات ام رياسات ام صلاة ايه الحاجات دي مش بيحكي عن حاجات ارضية بيحكي عن حاجات تختص بعالم الروح ورتب ملائكية ففي فيه رياسات فيه سلاطين الكل به ولا هو كدخلك ده معنى ان كان فيه مملكة موجودة وابليس كان بيحكم فيها يعني العروش والسيادات والرياسات والسلاطين كل دي كانت مملك روحية ياسم مملك روحية وكائنات روحية كمان وكائنات روحية كمان موجودة وابليس كان معطى سلطان لما بيتكلم عن كرسي هنا مش بيحكي عن كرسي كرسي هو بيحكي عن سلطان الكرسي دايما هو اشارة للسلطان فلما بقول واحد سلطان واحد ملك اذا لابد من مجال يحكم فيه لابد من رعية بيحكم عليها لمفعش واحد يبقى يقول انا ملك ملك على اين من تحكمهم فابليس كان بالطريقة دي لما بيتكلم عن لما هو الارفع كرسية ده بيثبت انه كان ليه مملكة كان ليه عرش كمان في رؤية اتنين الكتاب حكى انه قال له اعرف انك تسكن حيث كرسي الشيطان نفس الكلمة كرسي العرش بتاعه المكان اللي بيفرد فيه السلطان بتاعه والسلطة بتاعته فهو لما بيتكلم انه ارفع كرسية فوق كواكب الله فده معناه ان الحكم المكان اللي كان بيحكم فيه ابليس ما تحت السماوات ابليس كان بيسود رب مسحه عشان يشتغل في هذه المهمة وداله كل الروعة بس هو مع جبوش ده انا عايز اعلى اكتر واكتر في حسقيال هنكتشف ازاي هو اعجب بنفسه زيادة وقال يعني مش بس انا عايز اعلم شأني وسلطاني انا عايز اشيل هزا الاله كمان فبيكمل هنا ارفع كرسية فوق كواكب الله هو حاول ان يغزوا السماء مش بس كده ده كمان اغوى الخليقة اللي كانت موجودة في الارض في الوقت ده وجيشها ضد الله لدرجة لما سكت ما سكتش وحده نكتشف انه سكت ومعا تلت الملايكة مش لانهم تحتيفة سكتوا معاه الملايكة لها ارادة حرة هم تبعوه تم اغوائهم وده اللي نفس السيناريو متكرر ده اللي بيحاول ابليس بيعملوا دلوقتي انه اغوى ادمه حاوى وستيل نفس السيناريو ابليس بيقوده نحن عدلت السؤولات على الفيسبوك في نفس الجزئية انه هل الله خلق لوسيفر لخدمة الانسان فهل ابليس اضغاز لان الانسان اعلى منه ده حقيقي وشجع اللي بيسأل السؤال بس راموس بيحكي في سلسلة في الفترة الحالية بعنوان اقامنا معه بيحكي قد ايه لدى مراجع يهودية لما بيتقال في مزمور تمانية من هو الانسان حتى تذكره وابن ادم حتى تفتقده لديهم بعض المراجع اللي بتقول انه ابليس كان هو المتكلم يطلع من الانسان ده لان واضح ان ابليس كان هو لتحت الله يطلع من الانسان ده اللي انت عايز تحطه في المكان العالي دي وبأنا كمان تحتيه من هو الانسان حتى تذكره هو ابن ادم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عنك يا الهيم هو بيتكلم عن الله هنا تنقصه قليلا عنك وعايز اقول ان اروحتي فين ده انا المفروض اكون كده بسبب الجمال بتاعه والحكمة تم فساد المسحة بتاعته قال كده في عدد في نفس الأصحاح شعير 14 قال أصير مثل العلي دي الفكرة المركزية اللي إبليس ما لا يدور عليها ودي اللي قالها الحوة دا سيران قلة دا كونان قلة أصير مثل العلي دا سيرتها إيجابية لكنها بطريقة سلبية في منافسة ومنازعة وإني أخذ أنا السلطان لي ما بقاش أنا الكل في الكل وده نفس لو بصينا على سبب الخطيئ هنلاقي دا السبب الأنانية تمرجز حوالين الزيت قد إيه دا عكس تماما المحبة اللي هي اللي هي بتقدم الآخر وبتعطي الآخر فإبليس في الحقيقة البعض بيقول إن هو أول كائن حر هذه كذبة كتبة كبيرة وقعد كل مصدق دا إبليس هو أول كائن متمرد وليس أول فيه ناس بتحتفل بدأ إن إبليس هو أول كائن حر وبيبتهج أن هما بيتبعوا هذا الكائن إبليس هو أول كائن متمرد الحرية ليست هي أن تخرج برا هذا الإله حرية الحقيقية مش بس كمان أنك تتحرر من شيء أنك تتحرر إلى شيء إبليس الناس اللي بيمشوا تحته وراه بيستعبدهم كتاب قال كده أنه كانوا كل حياتهم خوفاً من الموت كانوا في العبودية فإبليس بيستعبد الناس عكس هذا الإله بالزوء واللطف وعدم الاقتحام وأنه بيستنى على الإنسان لا يرغم الإنسان على شيء مع أن الإنسان في الآخر لو بصيت هو مصنوع من هذا الإله وملك هذا الإله في سؤال كمان جاينا أنه إبليس بيحاربنا من خلال الفكر حالياً هل ده نفس أسلوب للتابعة مع آدم وحوة لما استخدم الحقيقية؟ ده حقيقي ده نفس الأسلوب وده نفس الأسلوب اللي عمله كمان مع الرب يسوع لأن الكتاب قال عن الرب يسوع أنه مجرب في كل شيء مثلنا بعض بيتخيل أنه تجربة على الجبل إبليس ظهر دي يسوع لا الكتاب قال أن يسوع مجرب في كل شيء مثلنا لما أجي أسأل نفسي أنا بتجرب إزاي دلوقتي إبليس مش بيظهر لي في القوضة مش بيظهر لي في الشارع لكن من خلال أفكار إبليس بيكون بيزرعها وبيرميها وهنتكلم برضو أكتر في الحلقة الخاصة بالإنسان إزاي إبليس أسقطو سئلة رائعة وهيبقى لها وقتها في سؤال كمان حتى لو منحقناش نجاوب عليهم كلنا بكلها بس يعني حقيقي شكراً جداً لتفاعلاتكو أكتر وأكتر هل صوت إبليس أقوى من صوت روحة قدس؟ صوت إبليس ليس أقوى لكن أنا المفتاح في إيدي أنا بأسمع لمين يعني لو في واحد على شمالي هنا بيتكلم وأنا سادد وداني مش أسمعه لو أنا فاتح وداني التاني هسمع اللي على يميني بيتكلم هو الأمر أنا إلى من أستمع إلى من أعطي أهمية واعتبار أنا ببدي أهمية واعتبار لسوط روحة الكوليس لسوط الكلمة ولا لأصوات تانية عكس الكلمة فأنا اللي بحدد كان أنا معي الزرار بظبط نفسي على أي تردد تردد إبليس؟ ولا تردد الروحة الكوليس؟ الله طول الوقت يتكلم وقال في أيوب كده إنه بيتكلم الإنسان مرة واثنين وأكتر من كده حتى فراحة الإنسان الناس بتفكر الله بيتكلم بس وقت الألم والألم هو الوسيلة اللي بتنزل الإنسان هو في الحقيقة الله طول الوقت تكلمت إليك في راحتك ده اللي الرب قال للشعب كلتي لا أسمع فطول الوقت بيتكلم بس أحيانا شخص ينتبه فقط عند الضيق وعند الألم ينتبه للصوت إليه اللي كان طوال الوقت بيتكلم كان شخص إليه بيسكته 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 فجأة حصل ديء بدأت الحواس الخمسة يقل استشعرها للي حواليها بسبب الديء فبدأ شخص ينتبه ويبدأ يسمع هذا الصوت فمن يتحكم في هذا الصوت هو الإنسان فعلا فيه تعليق كان بيقولنا كده برضو أنه ده مرتبط فينا أنه نسمع صوته أو نسمع صوت الروح القدس صحيح طيب سؤال من الأسئلة الجميلة برضو أنه لماذا لا يمكن أن يغفر الله لإبليس أنا أظن السؤال ده موجود في الحلقة نعم هنتعرض فعلا سؤالي جميل وهنتعرض ليه في وقته لأنه ده مدام ضمن الأسئلة اللي مجهزينها في الحلقة إحنا نفسنا نسمع تلخيص كده سريع عن اللي حصل مع إبليس يعني لو هنعملهم في نقط ممكن نقول إيه اللي حصل إبليس كان كائن رائع ملقب زهرة بنت الصبح هنقرأ عنه أكتر في حسكيات دلوقتي اختار اختيارات خاطئة وفكر فيها اللي هي أسعد إلى السموات أرفعوا كرسية فوق كواكب الله أجلسوا على جبل الاجتماع ده معنى أنه كان قريب من الحضور الجلاهي أسعدوا فوق مرتفعات السحاب أصيروا مثل العليف دي الأفعال لإبليس اختار أنه يستمر 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 فيها فأدت إلى سكوته في حسكيات بقى تمانية وعشرين وده الشاهد المقابل لإشاعي 14 برضو قبل ما نبدأ ليه هذا الأصحاح بيتكلم عن إبليس هو في الحقيقة اللي يقرأ لا نفسي نطلع فاصل ونرجع لكي نهضم الحتة الأولانية ونرجع ونستنين كل أسئلتكم والتفاعلاتكم معنا خليكم معنا عدد واحد لإمام المغنين على الجتية مضمور لداود أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات من أفواه الأطفال والردع أسست هجوما رفز حمدا ما تكتل جعلها في الأصل هتلاقي هجوما بالسبب أضادك لتسكيت عدو ومنتقم إذا أرى سماواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده وما تيجي ترجع للمعلمين اليهود في الآيات دية تكتشف أنه هنا داود كان بيتكلم اللغة الاستغراب الشيطانية لما بدأ يشوف الإنسان يتخلق مين دا اللي هيدخل في المكانة اللي أنا كنت فيها هو سقط مين دا اللي هتحطه تحتيك مين دا ليه المتكلم نفسه إنسان فهنا بيوضح أن الملائكة والله والإنسان فالمندهش هو واحد برى الثلاثة هو ملائك سقط من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن إلهيم عن الله مش الملائكة تنقصه قليلا مين دا هو اللي بديت تحطه تحتيك دي كانت مكانتي مين دا لأن ما كانش فيه إنسان في الفترة فيها ما سقطش إبليس وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجده بحق تكلله فما تيجي تبص تكتشف أني إبليس كان بيبص على خلق الإنسان ويتفرج على الأرض هي بيوعاد خلقها تاني ويبص بيقول إيه دا أنا عايز أشوف إلا يحصل عايز أسيطر تاني عايز أمتلك هذا الكوكب وأول ما اكتشف إن دا على صورة الله وشبهه قال بس لو أنا سيطرت على هذا الكائن يبدأ كده أقدر أسيطر على هذا الإله فابتدى يطمح إلى هذا وبدأ يبص على المنظر ويتخيل أنه هو يحقق الشيء الذي كان يطمح إليه في الأول في نفس الأرض إنها سحة المعركة نفس المكان نفس كوكب الأرض دول هو نفس كوكب الأرض دول اللي هيولع بالنار وهو نفسه وهيوعاد خلقه تاني في السماء الجديدة والأرض الجديدة وبعد فاكر كوكب غيره الله لا يستغني عن مصادره فبالتالي أول ما حصل كده بدأ يحاول يستولي على الأرض فبدل ما كانت الملايكة بتتحرك بصورة سالسة في الأرض بدأ هو يزاحم ورجعنا لكم بعد الفاصل مبسوطين فعلا بكل تفاعلاتكم ومتبعاتكم لينا ومستنين نكتبوا كل أسئلتكم هنحاول طبعا نجاوب على قد ما نقدر على الأسئلة ونديها أولوية وفي حاجات هنكون بنجاوب عليها في حلقات متخصصة جاية كتير كنا وقفنا لغاية حسقيال 28 فحابين نكمل حسقيال 28 هنعمل معاه زي ما عملنا مع إشعية 14 ما الدليل لأنه اللي هيقرأ فعلا الجزء ده مثلا عدد 12 هيكتشف أنه بيحكي عن ملك سور فإيه الدليل أنه بيحكي عن كائن روحي ليس عن ملك أرضي هو فعلا فيه أجزاء ضمن إشعية 14 وحسقيال 28 بتحكي عن ملك الأرضي وفيه أجزاء لا يمكن إطلاقا أن تنطبق على الملك الأرضي زي مثلا في عدد 13 بيقولوا كنت في عدن جنت الله إمتى ملك سور كان في عدن ده نفس اللي حكينا فيه بتاع ده مبدأ الإشارة المزدوجة فإذا هو بيكلم ثم العدد من 13-18 يعني اللي إعراها هو مش بيكلم إنسان بيكلم مخلوق وكائن روحي أعلى من كونه مجرد إنسان لأنه ما فيش إنسان تنطبق عليه الحاجة دي من عدد 12 بيقول كده رب بيكلم حسقيال يا ابن آدم ارفع مرثا على ملك سور وكله هكذا قال السيد الرب أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال كنت في عدن جنت الله كل حجر الكريم ستارتك عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشبن وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وزهب أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوصي وترصيعها يوم خلقت أنت القروب المنبسط المزلل وأقمتك على جبل الله المقدس كنت بين حجارة النار تمشيت أنت كامل في طرقك من يوم خلقت ده معنى أنه مخلوق لأن البعض بيدعي أن إبليس هو موازي ومنافس لله هو خالق أيضا لأه هو مخلوق أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إسم قد ارتفع قلبك لبهجتك أفسدت حكمتك لأجل بهائك فاتكلم عنه أنت خاتم الكمال ملآن حكمة ده الحقيقة بتاع إبليس اللي رب صنعه عليها رب مش بيصنع عنه من كده لأنه صالح ورائع ده اللي بيخرج من الله ده الصورة اللي بتخرج من الله والروعة بتاعته اللي عملها في هذا المخلوق عشان كان هيحطه في مكان غير عدي ليس كباك الملائكة ليس كباك الكائنات الروحية كان هيوضع في مكانة كبيرة لأنه فعلا موجود عشان يخدم الإنسان هو كان موكل على الأرض لأجل مجهي الإنسان في الحلقة اللي فاتت تكلمنا أن الملائكة في الأساس موجودة عشان تخدم الإنسان وليس زي ما ربما نعتقد أنه الملائكة دي حاجات أعظم فالإنسان أقل منها وفهمنا الآية اللي مبنية عليها الفكر ده أنه وضعته قليلا عن الملائكة هي في الحقيقة وضعته قليلا عن ألوهي معنى الله وليس عن الملائكة لأن الملائكة هم أرواحا خادمة ده اللي تقال في عبراين فهم في الأساس الحاشية والخدم اللي هيساعده الإنسان في تتميم المشورة والقصد الإلهي على الأرض فهنا بيقوله كده أنه أنت خاتم الكمال ملائكة حكمة كامل الجمال ده اللي كان عليه دي كانت الحقيقة بتاعته بعد كده بيحكي عن الأحجار الكريمة المجد بتاعه لأن نفس هذه الصفات بتاع الأحجار هي اللي كان موجودة في اللبس بتاع رئيس الكهنة اللي هي سياب المجد والبهاء كان بيحكي عن المجد بتاعه هنا ثم اتكلم عن أنت القروب المنبسط المزلل أي أنت الملاك اللي كنت ممسوح والمنبسط المزلل ده نفس التعبير بييجي عن القروبيم اللي كانوا على غطى التابوت كرسي الرحمة وكانوا بيغطي التابوت بأجنحتهم وفي هذه المنطقة كان الله بيزهر وحضور الله كان جالس فوق الكروبيم اللي موجودين واو ده كانت حاجة رائعة جدا فهو كان مخلوق لأمر رائع ومنها المنبسط المزلل كان موجود أصلا لأنه ياخد باله من الأرض ويحمي الأرض إلى مجيء الإنسان اللي هيكون السيد بتاعه كمان اتكلم عن أنشأه فيك صنعة صيغة الفسوس وترسيعة يوم وخلقت الآية في العربي يعني تبدو صعبة شوية هي جاية المهارة اللي تصنعت بيها الدفوف والنياد بتاعتك اتعملت بمهارة كبيرة وتحطت جواك يوم ما تخلقت فهو كان لها علاقة بالتسبيح لها علاقة بأنه يكون مقرب لله أنه مسبح لي علاقة بالموسيقى عشان كده ليه عجب نلاقي أول ظهور لمدينة مستقلة عن الله اللي عملها قاين في تكوين أربعة ناكتشف أنه بدأ يخترع أقلات موسيقية الموسيقى في حد ذاتها شيء رائع لكن إبليس لأنه هو كان في الحتة دي فبدأ ياخدها في اتجاه مختلف يعني استخدم الإمكانيات اللي كانت عنده كلها واستخدمها بطريقة شريرة أقامتك على جبل الله المقدس كان ليه حق الاقتراب لله قريب جدا فهو شاف حاجات ما شافهاش بقية الكائنات التانية ثم قام بعد كده تكلم عنه قد ارتفع قلبك لبهجتك بدأ يقوم المملكة اللي كان بيحكمها على الأرض وبيسود فيها إبليس قام بإغواء للكائنات اللي كانت موجودة عشان تبقى ضد هذا الإله وقرينا بقى من إشاعي أنه إيه اللي حصل بقى أنه قال أنا هحط كرسية فوق كواكب الله هطلع فوق مرتفعات السحاب وأبقى مثل عليه وأعلى كمان وأطيح به فحصل إغواء للكائنات الموجودة وبيس قد هذا التمرد ضد هذا الإله معتقدا بغباء معتقدا بغباء أنه هيعرف يسود وهيحط سلطان وهيسود على كل حاجة وهيملك كل حاجة هنا بيقول ارتفع قلبك لبهجتك يعني ارتفع قلبك بسبب الجمال بهجتك اللي هي جمالك بسبب الروعة اللي تحط فيها بدل ما يكون ممتن وشاكر على الحتة اللي هو فيها وما حدش تاني فيها الأمر تقالى بعكسي ارتفع قلبه بسبب جمال أعجب بنفسه ده زي ما قلت مشوية عكس المحبة تماما عكس الله تماما يعني كتاب لما بيحكرنا عن يسوع في لبي أصحى اتنين لما رسول بلس بيتكلم عن ازاي اصحى ما نفكرش في نفسه ازاي كان بفكر فينا ده عكس العمل لقبليس تماما طول وقت بيفكر في نفسه فقال كده هقراها من ترجمة الرسالة فهو كان بيشجع المؤمنين في لب يعملوا زي إسوع بصوا على إسوع عمل ايه وعملوا زيه وهي دي المحبة هو ده عكس طمحور حولين الزيت فقال كده في لب اتنين من ثلاثة لا تدفعوا طريقكم إلى الأمام على حساب الآخرين لا ترسموا طريقكم للقمة بالمداهنة ضعوا أنفسكم جانبا ساعدوا الآخرين على المضي قدما لا تكونوا مهوسين بالحصول على مصلحتكم الخاصة انسوا أنفسكم لفترة كافية لتقديم يد العون للآخرين فكروا في أنفسكم بالطريقة التي فكر بها المسيح يسوع في نفسه هيحكي يسوع عمل ايه عكس تماما ما فكر فيه إبليس أنه هيصارع ويناطح هذا الإله عشان يستولي دي تاني دي ترجمة اسمها ترجمة الرسالة فبيقول عن يسوع كده فقد كان له مكانة مساوية مع الله لكنه لم يفكر كثيرا في نفسه لدرجة أن يتمسك بامتيازات هذا الوضع بغض النظر عن أي شيء لا على الإطلاق بل لما جاء الوقت ترك امتيازاته الإلهية جانبا واتخذ مكانة العبد وصار إنسانا وبعد أن أصبح إنسانا استمر هكذا لقد كانت عملية مستمرة من التواضع بشكل لا يصدق لم يطالب بامتيازات خاصة بدلا من ذلك عاش حياة خالية من الذات وطائعة ثم مات ميتة غير أنانية مش لأجل نفسه مش لأجل عقيدة لأجلنا ثم مات ميتة غير أنانية مطيعة وكانت أسوأ أنماع الموت في ذلك الوقت موت الصلب بسبب تلقى الطاعة وده الطريق للصعود طريق الصعود هو النزول هو الاتضاع بسبب تلقى الطاعة رفعه الله علي وهكذا واو يعني حقيقة يعني قوية جدا يعني وإحنا نشوف كم الروعة في محبة الله حالي لهي مجدى للرب عندنا تساؤلات كتيرة قوي على الفيس بالآية هو مخلوق كامل هل بعد ما سقط سحبت منه قدرات كثيرة وتشوى؟ بعد ما سقط إبليس كتاب يقول فعلا أفسدت المسحة بتاعتك الكتاب يحكي في زي ما علمنا باستور رومس في رومي 11 عدد 29 إنه هبات الله ودعوته هي بلا ندامة ما يعطيها الله وما يهب الله كله العلم هل كان عارف؟ كان عارف بكل تأجي قال الله لم يفاجأ بهذا السكوت ما أعطيها لإبليس في طبيعته لم يسحب منه لكن سحب منه المكانة زي واحد شغال في شركة أعطيها منصب كبير مدير تنفيذي للشركة أو مدير إنتاج أو مدير توزيع وأخطأ مش هنحاوله أرد هنترده من الشركة لأن هذه ليست هو ليس كفء لهذا المنصب وإبليس ترد من السماء هنقرأ ربما في الحلقات الجاية عندنا أسئلة كثيرة برضو ليسوع لم ينهي على إبليس عند نزول الجحيم ولماذا جردوه فقط كل الأسئلة دي هنجاوب عليها باستفادة يعني الحلقة بس وقتها مش مساعدة بس حقيقة هنكون بنكمل الأسئلة دي فبليس بعتولنا كل أسئلتكم مبسوطين نحن نكون بنفتح ذهننا ونشوف الصورة فعلا من البداية الله خلقها إزاي لو تعطينا بريف سريع عن اللي قلناه النهاردة في عنوين واشجع كل الناس اللي معانا ومشاهدين أنه ارجعوا تاني اسمعوا الحلقات في ناس بتسأل على الشواهد هتلاقوها موجودة في الحلقة هنكون بنكتبها لكم كمان ارجعوا اسمعوها واكتبوا بقية أسئلتكم لأن احنا هنكمل وحبين كمان نكون بنصلي في الآخر مع كل حد بيشوفنا تاني ممكن ترجع المقالة على الموقع اسمها غرض الله للإنسان شراكة دي فيها كل اللي أنا قلته دي كتبها باستور رامز اللي تقالي النهاردة هو أن إبليس كان مخلوق رائع الله ما سمموش بالفساد اللي احنا بنتشوفه حاليا فيه لكنه ترك هذه المكانة وأخطأ واتخذ من الأرض ما كان فيه سلطانه وفيه حكمه كأنه استقل بالأرض عشان يكون بتمرد ضد العله ده مع أن الله أحبه جدا اداله ما لم يعطيه من امتيازات لكائنات تاني لكن استغلد وبدأ يقاوم هذا الإله وبدأ يحاول يطلع عشان يطيح بالله في الحلقة الجاية هنكمل إزاي تم سكوت هذا الكائن في الحقيقة مش هتلاقي غير كلمة الله اللي تديك الحقيقة ربما يعني حد من اللي بيشاهدنا يكون أنت مؤمن إن إبليس مجرد فكرة يعني احنا اخترعناها هذا كذب إبليس ليس مجرد فكرة إبليس حقيقي هو بياخدع الناس وبينيمهم بهذا المسكن والمخدر إنه مجرد فكرة في نفس الوقت إبليس ليس كائن ضخم قوي له سلطان وليه حاجة فيك وهيعمل فيك حاجة هيعمل فيك حاجة لأنك ربما شفت كل حواليك مضربين بشيء معين من إبليس أو ربما حتى سمعت ناس بتاعز وتتكلم عن قدرة إبليس لو شفت العمر يسوع فيه وإزاي فرج عليه كل كأن واحد كان في يوم الأيام وبيضرب أي حد وجاء واحد أقوى منه ده اللي قاله رب يسوع أنه هو الأقوى اللي بيدخل يربط القوي وينهب أمتعته تكتشف ما صرت عليه بقى غير عادي ربما أنت عاون مرة تسمع الكلام ده ومستغرب في الحقيقة في الأرض ما فيش غير مملكتين إما مملكة الله أو إما مملكة الظلمة اللي هي مملكة إبليس وأنت في واحدة منهم شئتة مأبيت ربما أنت مش عارف الأمر ده بس ما فيش حتة وسطية آه أنا بحب الرب شوية بس في نفس الوقت ليا فكر الخاص أو في نفس الوقت ليا أمور خاصة بعملها هي مش شريرة قوي أو مش وحشة قوي في الحقيقة ما فيش وسطية إما أنت هنا في جيش العدو أو أو أنت مع الرب إن كنت لسه ما خدتش الخطوة دي أشجعك هكون وصلي معاك دلوقتي ينفع تكون بتاخد الخطوة دي وتنضم لهذا الإله اللي بيحبك اللي نزل مخصوص ولم يفكر في أي امتيازات لأجلك مش كلنا أنت بالأخص بوليس قال ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجل خصص دلي حتى ولو كنت أنت الوحيد الموضوع مش بالعدد مش الله نزل عشان العالم كتير وكبير وعدد الناس كتار حتى لو واحد أنت مقدر جدا لديك ينفع تصلي معايا الصلاة دي من كل قلبك وانت مصدق إن الله بيسمعك إن كان ده ما في قلبك وما أنت تريده ده اللي انت عايزه أقول ورايا كده يلا أنا بجيلك في اسم يسوع ابنك أشكرك على المحبة الفيادة اللي ادتها لي اللي لا يمكن تنتهي ولا يمكن تهزم حتى إبليس لم يهزم هذه المحبة شكرك لأجل صليب يسوع وموته وإيامته من أجلي أنا بأأعلن أن يسوع هو القائد بتاع حياتي هو الرب بتاع حياتي رب أفكاري رب بيتي رب كل الدواير بتاع حياتي أنا بأقبله لي مخلص شخصي بشكرك لأنك قبلتني وأعديت دليا شكرك لأن خطايايا غفرت محيت لم يعد لها وجود أنا بأستقبل حياة أبدية دلوقتي في قلبي ينفع كمان ينفع كمان تكون بتستقبل الروح الكدس دلوقتي الله بيعطي الروح للذين أسألوه اسأل الروح الكدس فضل الروح الكدس دلوقتي بصلي من أجلك لتقبل الروح الكدس وتمتلئ بالروح الكدس ينفع تتكلم كمان بلغة جديدة بألسنة والله ده مش أقصى طموحاته أنه يساعد أقصى الطموحاته والأعلى جدا لأنه يسكن فيك وينتحد ده الغرض أنت الغرض بتاعه امتلئ الروح الكدس ينفع تتكلم بألسنة ولتكن حياة لك باته باسم يسوع المكيدة اللي كان في أي مشكلة في جسدك كنت بتعاني من أي مشكلة مادية سواء احتياج مادي أو مشكلة مرضية أو مشكلة مع ناس أعداء الآن باسم يسوع الأمر له حل الآن أعضاءك تصير صحيحة الآن كل ما تعملهم ضغوط حتى من هذا الكائن الشرير إبليس ليس له حق فيك باسم يسوع أم مين ياريت لو كنت صليت معانا الصلاة دي أشجعك إن اكتب لنا على الخاص نكون بنمشي معاك السكة ونساعدك ونجاوبك على أسئلتك مستنينكم كل يوم خميس الساعة سبعة ومستنين أسئلتكم ومشاركتكم الرب فيكم باي باي ترجمة نانسي قنقر